مشاهدة الانفجارات النووية في مقاطع الفيديو أمر ممتع بالنسبة للبعض الناس ينباهرون برؤية كرة كبيرة من النار وكذلك الأمواج الدخانية النتيجة عنها طحح أن ذلك يساعدنا على معرفة القدرة التدميرية للقنبلة النووية لكنها لست الطريقة المثلى لمعرفة التأثير الحقيقي للانفجار النووي لن نتحدث اليوم عن أكوام كبيرة من المتفجرات ما سوف نتحدث عنه هو التأثير الحقيقي الذي يمكن أن يسببه انفجار نووي وسط مدينة كبيرة في وقتنا الحالي ما سنقوله الآن مبني على دراسة أجرتها منظمتها الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين لننطلق سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم نبدأ قصتنا في مركز مدينة من المدن الكبيرة حيث يتوجه الناس لعملهم يدرسون الامتحاناتهم ويغرقون في أفكارهم وفي حياتهم اليومية وهنا انفجرت قنبلة نووية وتوقف الزمن أول مرحلة من الانفجار حصلت في أقل من ثانية في جزء من الثانية تظهر كرة من البلازمة التي تفوق حرارتها حرارة الشمس وتتوسع على شكل كرة نارية بقطر يصل إلى كيلومترين كل شيء كان وسط تلك الكرة قد تلاشى فوراً تخيل أنك سكبت الماء فوق مقلات شديدة الحرارة سيتبخر الماء فوراً ولا يبقى منه شيء ذلك ما حدث بعد انفجار القنبلة تبخرت أغلب السيارات والبنايات والأشجار وحتى البشر ستنتشر موجة هائلة من الضوء تغطي المدينة في لحظة فقط لو كانت عيناك موجهة نحو الانفجار في تلك اللحظة فسوف يصيبك العمل بضعة الساعات حرارة ذلك الضوء ستنتج نبضاً حرارياً قوياً لدرجة أنه سيحرق كل ما يوجد على بعد 13 كيلومتراً من مركز الانفجار هذا يعني أن أي شيء قابل للاشتعال على نطاق 500 كيلومتر مربع سيحترق ذلك يشمل البلاستيك، الخشب، المنابس، الشعر، الجلد، كل شيء أي أنك حتى إذا كنت بعيداً عن الانفجار فسوف تحترق في غضون لحظات الآن سنذهب إلى المرحلة التالية سيلاحظ الجميع أن أمراً غريباً يحدث لكن الأوان قد فات بعد الإشعاع يأتي دور الصدمة الموجية حرارة وأشعة الكرة النارية ستخلقان فقعة من الهواء الساخن والمضغوط حولها والذي سيبدأ الآن بالتوسع بشكل انفجاري ذلك سيكون بسرعة تفوق سرعة الصوت أي أن زوبعة قوية ستحدث وربما بعض الأعاصير البنية التحتية لن تقوى على مجارة تلك الصدمة الموجية أغلب البنايات الكبيرة ضمن نطاق كيلومتر من الكرة النارية ستتدمر كلياً فقط البنايات المعززة بالفولاذ هي التي ستقاوم الضغط جزئياً أما في الحدائق المجاورة فإن الأشجار التي تفحمت بسبب الحرارة ستتكسر كما لو أنها أعواد تنظف الأسنان إذا كنت بالخارج فسوف تحملك الرياح مثل ما تحمل ذرات الغبار قوة الصدمة الموجية تضعف مع توسعها إلا أنها ستدمر حوالي 175 كيلومتراً مربعاً من المنازل كما لو أنها مصنوعة من الأوراق آلاف الناس سيجد أنفسهم محاصرين تحت الأنقاض بدون أي فرصة لإبداء أي رد فعل سوف تنفجر محطات البنزين وتنتشر الحرائق في المدينة ثم تظهر سحابة دخانية بشكل حبة الفطر السحابة مكونة من مخلفات الكرة النارية سوف تصعد بضعة كيلومتراً نحو السماء وتخلق ظلاً كبيراً يغطي المدينة تلك السحابة الدخانية ستجذب الهواء من المناطق المجاورة مما يعني هبوب رياح قوية قادرة على تدمير المزيد من المنازل لكنها ستساعد أيضاً في جلب بعض الأكسجين للمنطقة ما يقع بعد ذلك يعتمد على طبيعة المدينة إذا كان هناك الكثير من محطات الوقود فسوف تتحول النار إلى عواصف نارية تحرق الحطام وتحرق الأشخاص المحاصرين تحته أما الناجون فسوف يحاولون الهروب من الكارثة على بعد 21 كيلومتراً من الانفجار سيكون هناك أناس مثلكم يلتقطون صوراً للصحابة من نوافذ منازلهم غير مدركين بأن الصدمة الموجية لا زالت قادمة نحوهم لتحطم نوافذهم وتحول منازلهم إلى ما يشبه العاصفة الزجاجية المرحلة الثالثة ستبدأ خلال الساعات والأيام القادمة نحن البشر متعودون على أن النجدة ستأتي بعد كل كارثة لكن هذه المرة مختلفة تبلغ قوة انفجار نووي واحد قوة كل الكوارث الطبيعية مجتمعة هناك ملايين الناس المصابين بإصابات خطيرة جروح، كسور وحتى الحروق الشديدة بسبب هذه الإصابات سيلقى الآلاف حتفهم في غضون ساعات أعداد لا تحصى من المحاصرين تحت الحطام والمصابين بالعمى بسبب الإشعاع وكذلك غير القادرين على السمع بسبب صوت الانفجار إضافة إلى العاجزين عن النهض بسبب الأنقاض المتراكمة فوقهم الجميع خائفون، مرتبكون، ويجهلون ما الذي يحصل ولماذا في الغالب ستلقى المستشفيات نفس مصير بقية المباني ومعظم الأطباء سيكونون مصابين أو في عداد الموتة أما الناجون المحظوظون الذين كانوا في أنفاق المترو أو أي مكان آخر فلا يمكن القول إنهم لن يصيبهم الأذى كل نفس سيحمل معه سما خطيرا إلى داخل الرئتين وعلى مر الأيام القادمة أولئك الذين تعرضوا لأعلى جرع من الإشعاع سيموتون أولا لن تكون هناك نجزة لساعات وربما لأيام لن تستمر فرق الإنقاذ في العمل عند حصول دمار شامل للبنية التحتية جسور منهارة سكك حديدية معوجة وطرق مليئة بحطام البنايات لا وجود للماء ولا للكهرباء لا توجد وسيلة اتصال ولا متاجر للحصول على مستلزمات الحياة فرق الإنقاذ من المدن المجاورة ستجد صعوبات في تقديم المساعدة وحتى لو استطاعوا فعل ذلك فإن التلوث الإشعاعي سيجعل الاقتراب من المدينة في غاية الخطورة سيواجه كل شخص هذه الكارثة لوحده يوماً بعد يوم سيبدأ الناس في النهوض من تحت الحطام وهم مسممون بالإشعاع إنهم بطيئون يتألمون ومصابون بصدمة كما أنهم يحتاجون للماء والطعام والعناية الطبية أيضاً أثر الانفجار النووي لا ينتهي مع انطفاء الحرائق فقط مستشفيات المدن المجاورة ليست مجهزة لمثل هذه الكوارث ولن تتحمل آلاف المصابين بإصابات بليغة هو غياب أي خطة للتعامل مع انفجار نووي محتمل لأن مساعدة ضحايا الانفجار النووي أمر مستحيل هذا ليس حريقاً أو إعصاراً أو زلزالاً إنه أشبه بمجموعة من الكوارث الطبيعية في نفس الوقت لا توجد أي دولة على وجه الأرض يمكنها التعامل مع هذا الموقف لقد تغير العالم في السنوات القليلة الماضية وأصبح هناك الكثير من القادة الذين يمكنهم حكم العالم وليك القادة أصبحوا اليوم يهددون بعضهم البعض باستعمال الأسلحة النووية يعتقد الخبراء أن احتمال حدوث حرب نووية أصبح أكبر بكثير من الماضي كل حكومة تخبر شعبها بأنه من الجيد الحصول على السلاح النووي لكن الأمر سيء إذا حصلت عليه دولة أخرى ما معنى هذا؟ معناه أن الدول اليوم ترى بأنه من الأفضل تهدد الآخرين بالسلاح النووي من أجل الشعور بالأمان لكن هل يجعلكم ذلك تشعرون حقاً بالأمان؟ كل ما يحتاج إليه الأمر هو مجموعة من القادة المجانين أو الفاقدين للسيطرة على أعصابهم قرار خاطئ أو سوء تفاهم قد يدمر العالم رؤية انفجار نووي في مقطع فيديو هو أمر رائع لكن الانفجارات النووية على أرض الواقع هي كارثة حقيقية الحل المثلي هو تدمير كل الأسلحة النووية الموجودة في العالم وإبرام اتفاقية دولية لعدم تصناعها مجدداً في عام 2017 اتفق ما يقارب ثلثي دول العالم بدعم من منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليتين على حظر الأسلحة النووية الأمر ليس متعلقاً بمن يملك تلك الأسلحة ومن لا يملكها الأسلحة نفسها هي المشكلة إنها غير أخلاقية وتشكل تهديداً كبيراً للبشرية مهما كانت جنسياتنا مختلفة ومهما كانت توجهاتنا السياسية مختلفة فيجب أن نطالب بمنع تصناع هذه الأسلحة إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم اشتركوا في القناة